اهلا بكم مشاهدين الكرام لهذه الساعة الاقتصادية المفصلة من اون لايف وفيها شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية على أنه يجرى حاليا تشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية بهدف تكوين جيل جديد من المدن المصرية العصرية الحديثة وأكد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضا وزير الكهرباء محمد شاكر والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف من جانبه أكد رئيس شركة شنايدر إلكتريك حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيح المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر والتي تمثل حاليا ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة شنايدر بعد كل من الولايات المتحدة والصين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وأوروغوي الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية والموقع بالقاهرة بتاريخ 28 من نوفمبر لعام 2016 وتقضي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية بأن يقوم الطرفان بالتعاون والمساعدة المتبادلة ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتشاور اللازم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتيسير التجارة ومنع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحري عنها وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في الخامس من يوليو الماضي تصديف مصر للمرة الأولى اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية الثامن والسبعين خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر المقبل في مدينة الأقصر هذا وقد رحب أمين عام منظمة الجمارك العالمية كيونيو ميكيوريا وأعضاء المنظمة باستضافة مصر لهذا الاجتماع لا سيما أن هذه المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها في إحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية وقد صرح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجد عبد العزيز أنه سيشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المنظمة كل من وزير المالية عمر الجرحي ونائب الوزير للسياسات الضربية والجمركية عمر المنير ومحافظ الأقصر محمد بدر وتكتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا الأولى في مقر المنظمة ببروكسال والثانية في إحدى الدول المهمة بمشاركة ثلاثين دولة من لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن مصر من الدول التي حققت استقرارا ماليا كبيرا وعززت مناخ الاستثمار بها وأشاد أزعور في كلمة له خلال أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي والثالث والعشرين الذي انطلق اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان توأمة الإعمار والتنمية مع لمواجهة التحديات الاقتصادية أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرية قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه سيتم طرح البنوك بالبرصة في النصف الثاني من العام القادم وفقا لخطة الحكومة للطروحات وأكد عامر في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي بلغت نحو سبعة مليارات وتسعمائة مليون دولار لافتا إلى أن الإجراءات الخاصة بإصلاح الاقتصاد المصري بدأت تؤتي ثمارها وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري منذ تحرير صعر الصرف تجاوزت ثمانين مليار دولار وفي سياق مختلف قال عامر إنه سيتم إطلاق كارت ذكي خاص بالدعم المقدم للمواطنين يتيح لهم شراء السلع ويمكنهم من الحصول على الدعم الحكومي فضلا عن السيطرة على منظومة الدعم خلال العام المقبل في سياق متصل أيضا أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إنه لا نية في الوقت الحالي لطرح رخص جديدة لعمل البنوك في مصر لافتا إلى أنه عقب برنامج الإصلاح المصرفي فإن البنوك العاملة بمصر أصبحت كيانات قوية قادرة على دعم الاقتصاد وتتمتع بمعدلات سيولة وقواعد رأس مالية قوية وأضاف أن عملية الاستحواذ على أي بنوك قائمة بالفعل متاحة بشرط التقدم بطلب للاستحواذ إلى البنك المركزي المصري مؤكدا أن هناك العديد من الاستحواذات الناجحة على بنوك مصرية تمت على مدار السنوات القليلة الماضية مما يؤكد قوة القطاع المصرفي المصري وجاذبيته للاستثمار وعلى هامش المؤتمر كرم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طارق عامر محافظة البنك المركزي كأفضل محافظة بنك مركزي عربي خلال عام 2017 وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن محافظة البنك المركزي المصري يعد رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية حقق خلال مسيرته المشرفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية في مصر وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 13 مليار و200 مليون جنيه لتمويل عجز الموازنة وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات ونصف المليار جنيه لأجل 182 يوما بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات و700 مليون جنيه لأجل 364 يوما تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها ووفقا لوزارة المالية فقد شهدت عملية إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 ارتفاعا بأكثر من 51% على أساس سنوي أغلقت مؤشرات والبرصة على ارتفاع جمعي بنهاية تعاملات جلسة اليوم بدعم من مشتريات مصرية وأجنبية فقد صعد مؤشر EGX 30 الرئيسي بنسبة 1.93% كما ارتفع مؤشر EGX 70 للأسوم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% كما ربح مؤشر EGX 100 الأوصى ورطاقا بنسبة 72.72% في الماء مينا بشرة معنا من مقر البورصة المصرية في ثاني لقاء لنا اليوم طبعا أهلا بك مينا وواضح طبعا تعميق المكاسب بشكل كبير جدا حتى نهاية الجلسة ماذا لديك؟ نعم ولا جلسة إيجابية لألغاية شهدتها البورصة المصرية اليوم منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلار وإن كانت وطيرة الصعود بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة من بدء التعاملات هي الأعلى مقررة بمستهل التعاملات هذا الصعود القوي والجيد لمؤشرات البورصة اليوم جاء اليوم بدعم من الاتجاه السعودي لبعض الأسهم القيادية صعود عدد كبير من الأسهم القيادية نتيجة لوجود عدد من الأخبار الإيجابية على هذه الأسهم دفع بمؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئاسي مؤشر إيجي إكسسارتي لتجاوز عدة مستويات من المقرامة اليوم منذ مستهل الجنسة وحتى الإغلار إلى جنب أيضا القوى الشرائية المكسفة من قبل المستثمرين المصريين والأجانب البداية مع المؤشر الرئاسي مؤشر إيجي إكسسارتي فهو أنهى التعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار واحد وثلاثة وتسعين من مائة بالمائة ليصل المؤشر بختام التعاملات إلى مستوى أربع عشر ألف ومائة وست نقاط المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني ارتفع أيضا بدعم من الاتجاه الشرائي المستمر من جانب صغار المتعاملين ليصل إلى مستوى سبعمائة سنتين وسبعين نقطة وبنسبة صعود وصلت إلى واحد وسبعة وأربعين من مائة بالمائة المؤشر الأوسع نطاق المؤشر إيجي إكس هندرد هو الأكثر ارتفاعا لأجالسة الثانية على التوالي حيث وصل المؤشر اليوم إلى مستوى ألف وسبعمائة وستن وثمانين نقطة وبمقدار صعود وصل إلى مستوى إثنين فاصل إثنين وسبعين من مائة بالمائة أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن جنسيات وافئات المتعاملين فبالنسبة لما تم استحوازه من جانب المستثمرين المصريين وصل بختم التعاملات إلى مستوى إثنين وثمانين فاصل سبعة وثلاثين من مائة بالبقى وبصافي شراء تجاوز المائة مليون جنيها أيضا اتجهت تعاملات الأجانب اليوم نحو الشراء بنسبة استحواز وصلت إلى سبعة فاصل واحد وعشرين من مائة بالمائة وبصافي عفوا نسبة الأجانب وصلت إلى عشرة فاصل إثنين واربعين من مائة بالمائة وبصافي شراء تجاوز الخمسة وثمانين مليون جنيها في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بنسبة استحواز وصلت إلى 7.21% وبصاف بيع تجاوز 190 مليون جنيا أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء الأفراد والمؤسسات فتعاملات المؤسسات اليوم اتجهت نحو الشراء بنسبة استحواز وصلت إلى 68.58% في مقابل اتجاه الأفراد نحو البيع بنسبة استحواز وصلت إلى 31.41% أما بعد ذلك بالنسبة لأداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا فبالنسبة لأقصر الأسهم ارتفاعا ففي المرتبة الأولى جاء سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقدار 9.90% صعودا الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بمقدار 9.82% صعودا مصر للزيوت في المرتبة الفالسة بمقدار 9.53% المصرية للمشروعات السياحية بنحو 39.38% وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الشرقية لأدخان بمقدار 7.90% صعودا أما إذا تحدثنا اليوم عن الأسهم الأكثر انخفاضا ففي المرتبة الأولى جاء سهم حق الارتتاب لشركة كفراء الزيات بمقدار 12.69% الوطنية لمنتجات الزرع في المرتبة الثانية بمقدار 27.23% الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في المرتبة الثالثة بمقدار 4.8% وجاء بعد ذلك سهم العربية للخزف بمقدار 3.58% وفي المرتبة الخامسة جاء سهم النصر للملابس بمقدار 2.96% أيضا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم وانعكاس هذا الصعود الجماعي والقوي على أداء القطاعات فمعظم القطاعات استقرت داخل المنطقة الخضراء بختام التعملات ولكن إذا تحدثنا عن أنشط القطاعات اليوم ففي المرتبة الأولى جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنور بقيم تداول تجاوزة 230 مليون جنيها وفي المرتبة الثانية جاء قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزة 199 مليون جنيها وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع المنتجات المنزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزة المائة وسبعة عشر مليون جنيها وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وصيارات بقيم تداول تجاوزة المائة مليون جنيها وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الموارد الأساسية بقيم تداول تجاوزة الاسنين وتسعين مليون جنيها تلاه بعد ذلك قطاع الأغذية ومشروبات بقيم تداول تجاوزة الخمسة وسبعين مليون جنيها وفي المرتبة السابعة جاء اقطاع البنوك بقيم تداول تجوزت 67 مليون جنيا إذا تحدثنا بعد ذلك عن مستوى السيولة اليوم فهناك استمرار في الارتفاع النسبي في مستوى السيولة ولكن اليوم كان هناك ارتفاعا كبيرا في مستوى السيولة نتيجة لتنفيذ إحدى الصفقات حيث أعلنت البرصة المصرية اليوم أنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على سهمة الوطنية لمنتجات الزرة بقيمة المليار واربعمائة وسبعين مليون جنيها هذا الاعلان وهذا العرض الشراء الإجباري انعكس على قيم التداول بشكل كبير لتصل بختام التعاملات إلى مستوى المليارين وثمانمائة خمسة وعشرين مليون جنيها وذلك من خلال التداول على ثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمائة واحد وثلاثين ألف سهما وبإجمال عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن إثنتين وثلاثين ألف عمليات أخيرا إذا تحدثنا عن مكاسب الأسهم المقيدة على مدار تعاملات اليوم وأيضا عن مدار تعاملات هذا الأسبوع فالبداية مع جلسة اليوم التي شهدت ارتفاعا كبيرا لأداء جميع المؤشرات انعكس على مستوى ومكاسب الأسهم المقيدة لتصل بختام التعاملات إلى أحد عشر مليارا وتسعمائة مليون جنيها وأيضا بالنسبة لمكاسب الأسهم المقيدة على مدار الخمسة جلسات المتتالية لهذا الأسبوع فقد وصلت إلى مستوى ثمانية عشر مليارا جنيها ليصل إجمال رأس مال البورصة السوقية بختام تعاملات هذا الأسبوع إلى مستوى سبعمائة تسعة وثمانين مليارا وستمائة واحد وستين مليون جنيها نعم إذن ختمها ميسك كما يقولون مينة نهاية الأسبوع مكاسب كبيرة ومؤشرات مرتفعة وعادت ربما الأحوال إلى نصابها فيما يخص المصريين والأجانب بالنسبة للبارحة طبعا بتحدث أنا بشكرك شكرا جزيلا مينة بشرة مرسلنا من مقر البورصة المصرية شكرا لك وإلى أسواق المال العربية والتي واصلت مؤشراتها ارتفاعاتها الجماعية لليوم الثاني على التوالي متأثرة بالصعود القوي الذي سيطر على أداء الأسهم القيادية وعلى الرغم من الأداء الإيجابي لأسواق الخليج في آخر جلسات الأسبوع إلا أنها لم تعود خسائر الأسبوع المنصر ترجمة نانسي قنقر بدأ وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي اليوم زيارة رسمية إلى الهند تستغرق يومين تلبية لدعوة من وزيرة صناعة المنسوجات بالهند لبحث تبادل الخبرات في هذا المجال وتتضمن الزيارة بحث سبل تبادل الخبرات والإمكانات في هذا الشأن خاصة في ضوء تقدم صناعة الغزل والنسيج والملابس في دولة الهند بالإضافة إلى التباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة بشركات قطاع الأعمال العام وفرص التبادل التجاري بين الجانبين ويلتقي الوزير عددا من ممثلي كبريات الشركات الهندية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس والشركات المصنعة لماكينات الغزل والنسيج المختلفة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في هذا الشأن شهد اتحاد الصناعات المصرية زيارة الوفد الهندي المكون من عدة رجال أعمال بهدف زيادة الاستثمار الهندي في مصر وتوسيع سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات فرص استثمارية جديدة لتبادل الخبرات جمعت وفدا من رجال الصناعة والأعمال الهندي مع اتحاد الصناعات المصرية لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البترو كيمويات والغزل والنسيج والدرجات البخارية والنارية عايزي أعمل الشركات مع مصريين إن مصر تبهي الدولة الأم اللي تصدر للمنطقة اللي موجودة فتسدي بها احتياجات مصر وهي مشاركة في المشروعات اللي بتتم وأيضا نقدر نصدر بها دول أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بإذن الله في بعض الشركات مستثمرة في مصر كان عايزي نسمعها برضو عن بعض التحديات إزاي يعملوا مزيد من الاستفادة من الشركات المصرية اللي هي أعضاء في اتحاد الصناعات المصري تعرفوا على الإصلاحات التي حدثت في مصر في الفترة الماضية على مستوى التشريعات وعلى مستوى بيئة الاستثمار وبحثوا معنا إمكانية التعاون ومن الأمور الجيدة جدا أنه حتى قطاع صناعة السينما بحث إمكانية التعاون مع الجانب الهندي تصل قيمة الاستثمارات الهندية في مصر إلى ثلاثة مليارات دولار من خلال أربعمائة شركة عاملة في مجال التجارة والصناعة تسعى الهند إلى زيادتها أمامنا هدفان أساسيا أولهما زيادة صادرتنا وفقا لإحتياجات السوق المصري فضلا عن إقامة مشروعات مشترقة بين البلدين وقد قمنا بإرسال خبرائنا لدراسة الوضع واستقصاء السوق المصري تعد هذه الزيارة الثانية الوفد الهندي رفيع المستوى بعد الزيارة الأولى له في فبراير الماضي وجميعها لتقوية العلاقات وخلق مناخ استثماري كبير في مصر أحمد فرق أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالا السعيد مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 حيث أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام ليبلغ معدل الاستثمار 13.3% مقارنة بـ 12.2% في العام المالي السابق 2016-2017 ليبلغ حجمها 155 مليار جنيه مقارنة بـ 101 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 52% وأشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أيضا 2017-2018 لتصل إلى نحو 71 مليارا وتسعمائة مليون جنيه مقارنة بـ 30 مليارا ومائتي مليون جنيه عن العام المالي السابق ولتشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال ذات الفترة وأعلنت السعيد عن استحواذ المشروعات القومية على نسبة 25% من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وصل قصير قبل أن نعود لنتابع الحكومة تنفي سبع شائعات أهمها الخبز والوقود الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى أمام الدولار أهلا بكم بات الاقتصاد التركي إذن يدفع ثمن القرارات والسياسات الخاطئة للنظام الحاكم حيث سجلت الليرة تراجعا متواصل أمام الدولار في حين وصل معدل التضخم لمستويات قياسية لم تحدث قبل 13 عاما نتابع الاقتصاد وسياسة وجهان لحقيقة الأوضاع في أي بلد وتعد تركيا مثالا حيا على ذلك فدولة التي تربط بين قراتي أوروبا وأسيا يدفع اقتصادها الآن ثمن السياسات الكارحة لمبادئ الحكم الرشيد التي يصر عليها رجب طيب أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء وحتى بعد أن قفز إلى منصب الرئيس قرارات أردوغان المعادية للديمقراطية جعلت رقعة المعارضة له تتسع حيث اندلعت المظاهرات الداخلية والتي قابلتها عناصر الأمن الموالية له بعنف غير مبرر بحسب منظمات دولية كما استغل إردوغان التمرد العسكري المحدود الذي وقع منتصف العام الماضي في شن حملة اعتقالات ومحاكمات سورية ضد خصومه السياسيين مما قضى على حلم تركيا في الانضمام إلى التحدي الأوروبية مثل تلك السياسات القد بظلالها بشدة على الوضع الاقتصادي التركي وظهرت هذه تأثيرات على العملة التركية حيث تحاوت الليرة إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار لتواصل نزيف الخسائر وتصبح في نهاية عام 2016 واحدة من أسوأ عمولات الأسواق الناشئة أداء وذلك بفعل المخاوف المرتبطة بعلاقات أنقر المتوترة مع واشنطن ومع دول الاتحاد الأوروبية فحين تقف محاولة أردوغان المتواصلة بالتدخل في عمل البنك المركزي التركي وتحويل سياساته النقدية لخدمة أهداف حزبية عائقا كبيرا أمام تعافي العملة بسبب الضبابية التي تكتنف استقلالية المؤسسات المصرفية التركية أما معدل التضخم فقد قفز مؤشر أسعار المستهلك في نهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 12% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليكون المعدل الأعلى للتضخم في البلاد منذ 9 سنوات مضت بينما وصل مؤشر التضخم التركي الأساسي والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة إلى أعلى رقم له منذ 13 عاما حيث سجل 11.18% وفيما خص ديون فقد كشفت الخزانة التركية أن الإجمالي العام لخدمة أدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 32 مليار و200 مليون دولار بينما إجمالي خدمة أدين الخارجي قد تصل إلى 10 مليارات و900 مليون دولار لمزيد من التفاصيل والتوضيحات أيضا بشأن أداء الليرة التركية وتراجعها ربما مؤخرا بينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ إبراهيم حسني محل الأسواق العملات أهلا بك أستاذ إبراهيم إلى هذه النشرة وعلى شاشة أونلايف كيف نفهم أن سياسات ربما خاطئة توترات في علاقات بين دولتين وأقصد هنا تركيا وواشنطن على خلفية محاكمة رجل أعمال تركي إيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يسهم فيه هبوط وتهاوي عملة محلية وهي الليرة بشكل وصف بأنه لم يسبق في التاريخ واحد في المئة بكاملها كيف نفهم؟ تماما فهي الفكرة البداية بس فيه حاجتين مؤثرين في القرار ده أو في النزول بتاع الليرة حاجة داخلية وحاجة خارجية الحاجة الخارجية تعتليها محاكمة الرجل الأعمال الإيراني التركي ومشاكله مع موجود مشكلة كان هو متهم قبل السلطات الأمريكية مع مدير بنك تاني أن هم عاملين كسر الحزر على إيران ده طبعا ساهم في نزول الليرة التركية واقتربها تقريبا من مستوى أربع ليرات تقريبا للدولار الحاجة التانية الداخلية هم عندهم شايفين السياسة بتاعة البنك المركزي منفصل عن سياسة الإدارة أو المجلس الوزراء وهو كان فيه توقعات أن هم يزودوا الفايدة عشان يقواجه تضخم ده الأسبوع الماضي لكن لم يتم اتخاذ قرارات بأن هم يزودوا الفايدة عندهم فده ألقى بزراره ووصولها الأسعار دي لهو يوصل تقريبا لتلاتة فاصلة تسعة تمانية أمام الدولار اللي جاءت تركية وده كان تاني مرة يوصل لها كان آخر مرة يوصل لها كان في بداية السنة تقريبا في شهر يناير فوصول منطقة دي أعتقد أن هي منطقة قوية جدا بيقدر يقف قدامها كل ما يوصل للمنطقة دي بيقف ما يتحركش الأسعار أكتر منتظرين هم يشوفوا هيعملوا إيه داخليا أو المحاكمة بتاعة راجل الأعمال الإيراني التركي هتكون في شهر ديسمبر هيبدأ يبن شد لأكتر لاتجاهات العملة أكتر نعم يعني تدخل النظام الحاكم في السياسة النقدية هناك والبنك المركزي وسياسته كان في تصريحات يوم الجمعة السابقة طبعا أو الماضية من أردوغان أنه مستوى التدخم التي وصلت إليه تركيا لم يسبق من قبل نتيجة عدم تدخل النظام الحاكم في السياسات النقدية ماذا عساه أردوغان أن يفعل أيضا ربما للسيطرة على هذا المعدل هم عندهم البنك المركزي هم بحاد السياسي موضوع دايما في بعض الدول عمتها السياسات النقدية بتبقى في مشاكل بتشوفها في كل الدول ما بين القيادة وما بين البنك المركزي دايما في شد وجذب ما بينهم عشان تغيير العملة أو الاتجاهات بيقى فيها شد وجذب هم سايبين هناك شايفينهم بطريقة حرة وسايبينه بطريقة الحرية دي لحد ما يشوفوا أنه عندهم تدخلها إدارة الدخل في الوقت المناسب بس طبعا زي ما أنت يعرف العملات دي ساعة بيبقى لهم مصلحة في نزول العملة يعني هم مش لازم تكون دايما تبقى حاجة سلبية قد يكون شايفين بعض المصلحة في أن هم دولة مصدرة أشياء أخرى مش بس التدخم فهما أكيد في أزمة لكن هم ممكن يكونوا حاسبينها بشكل كويس إن هم عايزين يبدأوا يصدروا شوية يبدأ البنك المركزي يتدخل بشكل مختلف لهم سياسات نقدية مختلفة عمات فهما سايبينها قراراتهم رئيس أردوغان كان بيتكلم في النهاية إن هو منفصل السياسة النقدية تماما عن الإدارة فهو سايبهم ويعملهم عاوزينه لحد ما يلاقوا مشكلة عندهم وده بيحصل حتى وده منشوف ده في السوق الأمريكي مشاكل دايما مع رئيس البنك المركزي أو الاحتياطة الفدران الأمريكي مع الكونجرس فيه شد وجازب دايما بيشوفوا المصلحة فين ده بيشوفوا طريقة وده بيشوفوا طريقة تانية في النهاية بيشوفوا المصلحة فين وبيعملوها حتى لو حصل مشاكل وطبعا أكيد في مشاكل دلوقتي مع ارتفاعات التضخم وانهيار العملة صحيح طبعا ده مشاكل هم هيستغلوها إزاي هيباني الكلام بها هيستغلوها إزاي أو كان سلبي أو إيجابي ولكن الاستثمار الأجنبي في أي دولة بيعتمد على استقرار سعر الصرف وانخفاض ربابا معدلات التضخم وهذان العاملان ليس موجودين في تركيا الآن وبالتالي كيف سيؤثر على الاستثمار الأجنبي هناك ده فعليا كان فيه كان فيه مخاوف بكلام على الاستثمار الأجنبي هناك من خوف أنه العملة بتاعتهم بتنزل زي ما كان حصل في مصر السنة الفاتت أو كان المشكلة اللي كانت عادة من السقر دي الحمد لله وصلنا فيها أنها تسابتة خلاص كان ده موجود عندهم التجار سوريين وآخرين لأنهم عندهم استثمارات كتير هناك كانوا شايفين هم حتى لو بيكسب وبيطلع استثمارات لما يجي خرجها برة بتقلق قيمتها لأن قيمة الليرة اللي هو شغال بها كيها مشكلة طبعا ده هيعملوه مشاكل في حجم الاستثمار الداخل لهم أنه حتى لو كسب مثلا عشر 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 تلاتين في المية والعملة نزلتهم هو في الآخر بيخسرهم في فرق تحويل العملة فدي طبعا مشاكل مشاكل شديد عليهم هتضغط عليهم بشكل قوي في الفترة الجاية السياسات طبعا هي في الآخر سياسات مجمل للسعر نفسه مالوش دعوة مين بيقرر مين بيعمل هو سوق حر عندهم فهو القرار دي بتأثر بشكل واضح على الأسعار العملة عملة هو حصل انخفاض النهاردة لقيمة الدولار قدام الليرة أمام الدولار دوسل تقريبا الليرة أمام الدولار حصل فيها انخفاض نزلت من مستوى 3.98 ل3.98 ده كان بداية لأن هي مستوى مقاومة قوي جدا عند الحتة دي ويقدر ننزل من عندها هو المشكلة هتظهر عندهم بجد لو قدر يخترق سعر الليرة قدام الدولار ان يخترق سعر الأربعة الليرة ده لو حصل يبقى عندهم كارثة وقزمة كبيرة لكن لو قدر يحافظ عليها هم بداية سيطروا على الموضوع ويدخلوا فيه بشكل أحسن شوي هل في حديث أن هذا السيناريو يحدث أستاذ إبراهيم ومتى السيناريو إيه بالظل السيناريو أن تخترق الليرة حجز الأربعة مقابل الدولار كما ذكرت أنا مش متخيله دلوقتي لازم يكون في أزمة كبيرة واضحة هناك ومن دلوقتي سبعا في أزمة لكن الأزمة لسه تحت إديهم لو حصلوا قسر مستوى الأربعة ده هيكون عندي مستوى تقترب من الأربعة ونص ليرة للدولار لخمسة ليرة للدولار ده ساعتها معناه أن هم في كارسة كبيرة وساعتها التدخلات ممكن ما تفرقش ساعتها لكن أعتقد هم حتى الآن بعدما تدخلوش بهم مستوى الأربعة ده لو حصل كسر مستوى الأربعة هنشوف تدخلات عنيفة منهم عشان يبدأوا يلمون الموضول لأنهم أكيد عندهم الأرقام دي عارفين هتعمل هتزود الدنيا عندهم إزاي هتعمل مشاكل عاملة إزاي لكن حتى الآن المتوقع أنه يحفظ على مستوى الأربعة ما يقدرش يعديف عليها طيب هذه النقطة الخطر كما وصفتها أستاذ إبراهيم اللي بتقول فيها ربما ستتدخل الدولة يعني ماذا عساها أن تفعل حينها ساعتها بيبدأ الدول في المناطق دي بيبدأوا يعملوا التدخلات ما بيقدرش هو يخفض سعر العملة بشكل إجداري لا هو بيعمل إجراءات مجموعة إجراءات أهمها أنه هو بيبدأ يعمل زيادة للفائدة زيادة للفائدة بيبدأ بنوع قطمئوية علشان يحاول مع أنه هو لا يؤمن بزيادة الفائدة يعني للسيطرة على التضخم هكذا بنعلم الساعتها حضرتك سيفك ليؤمن ومش يؤمن هي دي دي بقى حاجات إجبارية في الوقت الحالي هما يعني هو إجباري عنده ما عندهش حال تاني أول وسيلة بتتعامل لكفح جماعة تضخم أو أنه نحن ما نخليش العملة تنهار أنه نحن نحاول نزود الفائدة عليها بحيث أنه نوجد طلب عليها طبعا في الأسواق التركية من الدول المقاربة لنا ما فيش مشاكلهم زينا تقريبا لكن في الدول المتقدمة الكبيرة ففرق الفائدة الصغير جدا اللي قد يصل لواحد من عشرة في المية بيعمل فرق كبير جدا في أن الناس ممكن تقدر تستسمر فلوسها تحطها في بنوك يقدر يقض على فائدة حاجة بيعبلوه ساعات بيعملوا إجراءات إجراءات المستسمرين يدالوا قشوا البلد إجراءات كتيرة لأن هم حتى الآن لما يتدخلوا لأنه هو زي ما قلت لك طول مهو تحت الأربعة هم في مشكلة لكن الأزمة مش صعبة ولأنه هو وصل لها قبل كده قدروا سيطر عليها في شهر تقريبا يناير كان سبعتاشر يناير وصل لمستوى تلك بوينت سعة سبعة وقدر يوقف عندها ونزلتين فهم هنا شايفين أعتقد ده هو الحد بتاعهم الحد الأمام بتاعهم لو قدر ينزلون عنده يبقى لسه عندهم إجراءات خفيفة ما يفعش دخول عنيف فشكرك إجراءات دي بتتدرج شكرا شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم حسني محل الأسواق العملات كنت معنا بالصوت والصورة طبعا شكرا لك قال وزير الإسكاني والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الثالث من ديسمبر المقبل في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمنطقة المستثمر الصغير بالمدينة وحتى يوم الثامن عشر من ديسمبر من جانبه أوضح رئيس جهاز تدمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس مصطفى فهمي أنه سيتم استكمال الخمسين في المائة من قيمة الأرض عند الاستلام لافتا إلى أن التعامل سيكون مع المستثمر المخصص له الأرض فقط مع إحضار أصل إختار الحجز وإحضار المستندات الخاصة بالشركة عقدت اللجنة المختصة بتفضيل المنتجات المصرية ندوة للتعريف بأعمال القانون رقم خمسة لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية وتفعيل أحكامه والتعرف إلى المشكلات أو على المشكلات من أصحاب الشركات المحلية المزيد في التقرير وإحنا هنا بنعمل من أجل خدمة الصناعة والمنشآت الصناعية هذه الندوة هي واحدة من عدة ندوات عقادتها اللجنة المختصة بالقانون رقم خمسة لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتفعيل أحكامه وذلك للتعريف بهذا القانون في حضور عدد من أصحاب الشركات والمصانع أمانة الفنية في خلال العام أو عام ونص من عملها يعني قامت بالعديد من الأدوار كان من أهمها إنها عملت مجموعة من الندوات اللي إحنا بصدادها الواحدة منهم النهاردة اللي هي على جانبين جانب منهم التعريف بالقانون للقطاع الأعمال اللي هو زي الشركات النهاردة والغرف الصناعية وكده قارنا بقعد الغرف الصناعية ثلاث غرف علشان نعرف الغرف الصناعية ونعرف الشركات بالمنتج المحلي والقانون خمسة اللي هو بيدي ميزة نفسية ممكن تقابل ماليا لما كنت أعلى 15% من المنتج المنافس ده الميزة التنفسية التي تديها قانون 5.15 صدر هذا القانون في إطار السعي وراء تعزيز دور الانتاج المحلي للنهوض بالاقتصاد المصري وعمل رواج للمنتج المحلي في مصر لكن يبدو أن هناك عدة مشاكل ما زالت تواجه أصحاب الشركات والمصانع المشكلة الأبدية الموجودة أن جميع المواصفات التي تنزل بتبقى محددة المنتج المستورد وبتدوله أو دلوية فطبعا ده بيبقى مشكلة أساسية في أن أنت لما تيجي تنزل بالمنتج المحلي بتاعك بتلاقي عندك مشكلة أن المواصفة للشريع نازلة من البداية بتحدد أنه هو مدي أفضلية للمنتج المستورد تقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي هدف أسمى تسعى الدولة للوصول إليه بكامل قدراتها وإمكانياتها أحمد فرج ON LIVE نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي باتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم في المناطق الريفية والحضرية وأكدت وزارة التموين في ردها على المركز أن عدد أرغفة الخبز المدعم كما هو دون تغيير بواقع خمسة أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل مائة وخمسين رغيفا للمواطن شهرية كما نفى المركز أيضا أنباء أو أنباء انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات الوقود وقد قام المركز بالتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم سحب عينات من المحطات المشارئ إليها لاستبيان الموقف مؤكدا أن نتائج تحليل تلك العينات أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطا أو مغشوشا وأن ما تردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة أيضا نفى المركز أنباء تفيد بحظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية في دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي التي أكدت جودة وسلامة الخضروات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها لازلنا معكم بعد هذا الفاصل وزير النقل يشهد توقيع عقد الكرت الموحد للمواصلات أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين شهد وزير النقل الدكتور هشام عرفات توقيع العقد الخاص بالمنحة المقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوروبي بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري وذلك لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء الكرت الموحد لجميع المواصلات وذلك من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة في هذا المجال وتبلغ قيمة هذه المنحة 350 ألف دولار وأكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكرت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى بالإضافة لتقليل استخدام الدفع المباشر بالمال وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية للتعاون الفني في مجال النقل الحضري بقيمة 500 ألف يورو لتطوير قطاع النقل العام الحضري بالقاهرة والإسكندرية عملا على تحسين النقل الحضري بمصر وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا للتعاون الفني في مجال النقل الحضري مع مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة هدفا لتقديم الدعم الفني لصالح وزارة النقل احنا بنتكلم على النقل الحضري يعني احنا مش عايزين اتأخذها كلمة كده وخلاص لا ده هو إكسبريشن بيعني حاجات كتير أجد أو كلمة بتاعني حاجات كتير أجد أهم حاجة في هذه الكلمة اللي احنا عايزين نغير نمط أو الواقع الأليم اللي احنا بيجتنف المدن الكبيرة عندنا في مصر اللي هي زي القاهرة وزي الإسكندرية وأصبحت حتى المنصورة احنا عايزين نغير هذا النمط ونحتمي بكلمة الموبيلتي التفاقية اللي وقعت النهاردة مع الجانب الفرنسي ازاي ان احنا ندعم قطاع النقل عشان احنا ندعم اقتصاد بلدنا تاني حاجة زي ما حضراتك سؤال مهم حضراتك تراحته نحن حارسين برضو على مشاركة أكبر لقطاع الخاص في هذا القطع مش حاجزين كل العب يكون على الحكومة لكن حاجزين مشاركة أكبر لقطاع الخاص لذلك احنا من القوانين اللي احنا قدمناها لمجلس الوزراء بالفعل اتناقش النهاردة يشمل الاتفاق تقديم الدعم المادي لوزارة النقل بقيمة 500 الف يورو ليتم تحسين خدمات محطات المترو والترام والسكك الحديدية بالقاهرة والاسكندرية من المهم لنا ان نتبادل الخبرات مع شركائنا بالمنطقة ويوجد لدينا استراتيجية لتطوير منظومة النقل بمصر وهي فرصة جيدة جدا لمناقشة ووضع حلول لمشاكل النقل في مصر فيحتاج المواطن ان يتنقل بوسيلة مواصلات سريعة ولكن يجب ان تكون ايضا ذو كفاءة عالية وهذا ما نسعى لتقديمه للمجتمع المصري من خلال هذه الاتفاقية جاء توقيع هذا الاتفاق هدفا في المساعدة على تعزيز قدرات هيئة تنظيم النقل في القاهرة الكبرى ومنظومة النقل العام في القاهرة والاسكندرية لتحقيق الربط ما بين المحافظات مما سيسهم في تعزيز الاستثمار في مصر مرنة عادل وإلى اسعار المعادن في الاسواق العالمية والتي سيطر عليها الهبوط وشبه الجماعي خلال تعاملات اليوم مع اقبال المستثمرين على جني الارباح بعد صعود حققته المعادن نحو واحد في المئة في الجلسة السابقة بدعم من بيانات اقتصادية امريكية ضعيفة ومخاوفة بين بعض صناع السياسات في البنك المركزي الامريكي من انخفاض التضخم ترجعت اسعار النفط في تعاملات اليوم مع انخفاض الخم الامريكي بعيدا عن اعلى مستوى في عامين والذي بلغه في الجلسة السابقة لكن اغلاق خط انابيب كاستون وانخفاض مخزونات الوقود استمر في دعم الاسواق على الرغم من المخاوف بشأن زيادة الانتاج كشف رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر وجيبوتي للتعرف على فرص ومزايا الاستثمار في البلدين برئاسة المهندس علاء السقطي امين صندوق اتحاد المستثمرين وسفير جيبوتي بالقاهرة جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بوزير التجارة والصناعات والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة جيبوتي والوفد المرافق له وعدد من اعضاء الاتحاد من جانبه او من جهته قال الوزير الجيبوتي ان الامتيازات التي تقدمها دولته للمستثمرين الاجانب تتيح للمستثمر التملك والاستثمار فضلا عن حرية انتقال رؤوس الاموال على الهاتف معنا الدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء والمستثمرين باتحاد الصناعات اهلا بك دكتور محي لهذه النشرة مجموعات عمل اذا ستقام من الجانبين لدراسة مزايا او فرص الاستثمار ما هي الياتها يعني وكيف ستتصرف اذا اشكر حضرتك للإصلاف الكريمة طبعا احنا اجتمعنا بالامس مع الوزير الصناع الجيبوتي وفيد سفير الجيبوتي في مصر بحضور ايضا الحقيقة التمثيل التجاري المصري في جيبوتي والحقيقة تقررين على ان احنا بصدد عمل زيارة مهمة جدا لدولة جيبوتي هتبقى في شهر اتناشه القادم ان شاء الله جولة استطلاعية اذا ندر من خلالها ان شاء الله نعمل مشروعات تصنيعها مشتركة في عدة مجالات مختلفة الحقيقة ما بين الصناعات الاندسية الصناعات الدوائية ايضا الصناعات الانشائية او المجال الانشائي الحياة طبعا كلها مجالات مفتوحة والحياة طبعا ده بإذن الله حيكون الشهر القادم تستيب رحلة مهمة اللي ستطلعها للرأي وهنكو مجموعة عمل برئاسة البصد علاقة الثقافي وان شاء الله حيكون مجموعة العمل دي بتضم الحياة مجموعة من كافة التخصصات الاستثمارية والمستثمرين المهتمين بالمجامعة على الجبوتي شعورا كلنا نعرف ان الجبوتي دولة مهمة جدا لانا موقعها كمينا موقع هام برقاية طبعا بتتخنى على حامس دول مهمين جدا بتكلمة على اثيوبيا بتكلمة على الصومال بتكلمة على اريتريا بتكلمة على اليمن بنكلم على يعني دول متعددة هي طبعا هاب او موقع مهم جدا بيدخلنا على كل هذه الدول بكل سهولة عظيم هل هذا بيأتي يعني تفعيلا لما تم توقيعه من اتفاقيات في ديسمبر الماضي حينما جاء الرئيس الجبوتي الى مصر ده صحيح ده طبعا في اطار التعاون المشترك واجتماع الرئيسين المصري والجبوتي على اتفاقيات متعددة وتوقيع بردقالات العمل اللي بينهم واتصور ان ان شاء الله يكون دين يعني اول ثمرة حقيقية لثمار هذا الاتفاق السياسي ما بين الدولتين ان شاء الله يا رب يعني نسمع اخبار طيبة بعد ازيارة وفد رجال استثمار ورجال الصناع المصرين اللي حيزروها ان شاء الله لشهر القادم نعم نحن بنتابع وبنترقب طبعا دكتور محي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف في النهاية بنختم بالعناوين اسيسي يستقبل رئيس شركة شنايدر الالكتريك العالمية للمرة الاولى مصر تصديف اجتماع منظمة الجمارك العالمية محافظوا البنك المركزي يؤكدوا بدء طرح البنوك بالبرصة في النصف الثاني من العام المقبل شكرا لكم دائما على هذه المتابعة الكريمة انتهى نشرتنا وانتهت نشرتنا في هذا الاسبوع ولهذا الوقت بشكركم والقاكم يوم الاحد القادم طبعا في نفس الموعد الى اللقاء